قبيل توجه الأطراف اليمنية إلى جينيف للمرة الثالثة منذ بدء الأزمة اليمنية الناجمة عن انقلاب ميليشيا الحوثي أواخر عام 2014 لا تبدو في الأفق أي مؤشرات إيجابية لنجاح الجولة الخامسة للمفاوضات الدلائل تشير إلى أن المبعوث الأممي مارتن جريفث لا يمتلك غير حماسه ووعود هشة لا تحتمل الصمود في وجه الأعاصير التي تمر بها اليمن على خطى المغربي بن عمر والمريتاني ولد الشيخ يسير البريطاني في طريق محفوف بمخاطر الفشل وألغام العثرات المزروعة في أرضية المفاوضات من قبل أطراف النزاع حدد المبعوث الأممي المدعوين للجلوس على طاولة المشاورات غير المباشرة في جنيف والتي ستتم بنظام الغرفتين على غرار مشاورات مدينة بيال السويسرية قبل أكثر من عامين نظرا لعدم وجود أرضية مشتركة بين كافة الأطراف تسمية المبعوث الأممي للمشاركين في المشاورات قوبلت بالكثير من الصخط والاتهامات المبكرة له بالانحياز ضد أطراف تبحث عن موطئ قدم لها في جنيف حيث اكتفى غريفث بدعوة وفدي الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي وهي الأطراف التي شاركت في الجوالات السابقة المجلس الانتقالي الجنوبي وجناحهم في المؤتمر الشعبي العام وهما فصيلان مدعومان من الإمارات وجه رسائل صاخطة ومليئة بالتهديد والوعيد والاتهامات للمبعوث الأممي لعدم توجيهه دعوات لهما للمشاركة في المشاورات المبعوث الأممي ذكر قبل أيام أن المؤتمر خارج المشاورات قبل أن يوجه دعوة لجناح المؤتمر التابع لميليشيا الحوثي بالمشاركة في المشاورات ضمن وفد الميليشيا الأمر الذي أثار حفيظة المؤتمر جناح الإمارات الذي هاجم غريفث وأعلن رفضه تلك المشاركة معتبراً إياها لا تمثل قناعة الحزب المجلس الانتقالي من جهته فتح النار على غريفث محملاً إياه كامل المسئولية المتراتبة على عدم إشراك المجلس في المشاورات وأكد أنه لن يعترف بأي مخرجات للمفاوضات ولن يسمح بتطبيقها على أرض الواقع تذهب الأطراف المعنية إلى جنيف محملة بتوجهات حلفائها الإقليميين وبالمزيد من العراقيل التي من شأنها إفشال أي جهود للتقارب أو لفتح نفق في جدار الأزمة اليمنية التي تحولت لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ملفات صعبة لم تفلح سنوات الحرب الأربع في حل حالتها أو حتى جعل الأطراف المتقاتلة تراجع حسابات الربح والخسارة التي تعرض لها اليمنيون وما زال كل طرف يتشبث بمواقفه ويعض على أصابع الطرف الآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر